كلنا تقريبا بنعد التكرارات غلط وبتكون أقل بكتير من التكرارات المطلوبة لأن الموضوع مش عدد تكرارات أصلا الموضوع هو وضع عضلة تحت ضغط المدة من 30 ل 45 ثانية متواصلة وحطي خط تحت كلمة متواصلة مش هتعدي 10 عدات ولا 12 عدة أنت هتحسبي السواني بحيث أن كل مجموعة تكون في حدود من 30 ل 45 ثانية أيا كانت العدات عملتي 10 أو أكتر بكتير أو أقل بكتير أنت هتحسبي بستواني موضوع العدات أساسا هو متواصل عمل 10 عدات أو 12 عدة بحيث كل عدة هتكون 3 ثواني فنتمن أن المجموعة في المتواصل من 30 ل 45 ثانية وده الأساس الأساس هو مصل under breath لمدة 30 ل 45 ثانية موضوع العدات مستنسخ من القاعدة الأساسية اللي هي مدة وضع العضلة تحت الضغط يبقى أولا العضلة مترتحش خالص أثناء المجموعة من أول عدة لآخر عدة ثانيا العضلة تفضل تتعسر لمدة 30 ثانية كحد أدنى لما تجربي الموضوع ده هتلاقي أنك بتتمرني بطريقة أسرع من المطلوب يعني ممكن تعمل العشر عدات اللي كنت بتلعبيهم بيعملوا 15 ثانية بالكتير وده مش أفضل أداء للتمرين طبعا اللي بقوله ده يعتبر من أحدث التطورات في مجال الرياضة ويفضل دايما أنك تتبع الطريقة دي في كل تمارينك تأسر العضلة بيظهر على شاشة ديجيتال أثناء أداء التمرين وده بيساعد اللاعب على اتباع أفضل أداء للتمرين نزول أو الطلوع أكتر من اللازم بيقطع التمرينة وكأنك بالضبط وقفت تمرين ورجعتي تعملي التمرين من الأول تخيالي أنك بتوقفي التمرين وفي كل عدة ترجعي تبتدي من تاني متخيلة الموضوع؟ لو أخذنا التمرين كيبل دونكي كيكباك كميسال طبعا الهدف من التمرين ده أنك تعملي عزل العضلة الجلوتس لما هتبدأي التمرين بالحركة بالشكل ده ما ترجعيش لنقطة السفر ارجعي لنقطة قبل السفر بشوية بسيطة لأن نقطة السفر بتخلي العضلة ترتاح تماما بعد كل عد هتبدأي الحركة من النقطة اللي عاملة ضغطة على العضلة وهتوقفي الحركة عند النقطة اللي قبل ارتخاء العضلة يعني طول المدى الحركي للتمرين أنت بتعصري في العضلة وبس تنبيه مهم لو أنت لسه مبتدئة انسي تماما الكلام اللي أنا قلته ده والعبي على قدك وخديها واحدة واحدة ده كلام ينفع للناس اللي قريدي بتتمرن وجسمها واخد على التمرين ده نمط تدريبي للمتقدمين في اللعبة وخصوصا للناس اللي عايزة تزبط عضلة عني ده وتديها اهتمام أكبر التكنيك ده هيحقق لهم الهدف ده كل شخص فينا ليه قدرة خاصة يعني ممكن الوزن اللي 5 كيلو بالنسبالك هو الوزن التقيل اللي هيزود العضلة بالنسبة لشخص تاني هيكون هو الوزن العادي اللي مش هيقصر معاه فالهدف مش إنك تشيلي 5 أو 10 الهدف إنك تشيلي أقصى وزن تقدري ترفعيه وتخلي بالك قوي من تقدري ترفعيه يعني يخلي بالك دايما من الإصابات أنماط التدريب مختلفة في الأهداف فيه إسلوب تمرين هيحقق معاك تضخيم للعضلات أكتر وده مش معناه إنه يكون جسمك أقوى طبيعة تلاقي ناس نحيفة وبترفع أوزان عالية جدا وناس ضخمة بترفع أوزان أقل وبرضو طبيعة تشوفي العكس المقياس مش حجم العضلات الفكرة هو إسلوب التدريب اللي بنستخدمه فبلاش تتفاجئي وتقولي جسمها أقل من جسمي لكن بترفع أوزان أعلى مني إحنا مش في مسابقة رفع أسقال زي ما قلتلك إسلوب التدريب هو الموضوع وعشان ما ندخلش في مقارنات بين أساليب التدريب اللي هتحتاج مننا فيديو طويل هقولك على اللي يفيدك أكتر كتكبير للعضلة اللي هيحقق لك تكبير للعضلة هو النظام اللي هيحقق لك هايبر تروفي للخلية والنظام ده بيكون متوسط العدات فيه من 8 ل 12 عدة ده أفضل إسلوب لتحقيق الفشل العضلي وبالتالي تضخيم للعضلة طبعا كل ما تقل العدات كل ما هندخل في اكتساب قوة أو سترنس وده بيعمله لعاب الباورليفتينج زي أناتولي وطبعا في عوامل مؤثرة جدا في رفع أوزان أعلى منها تكنيك التمرين اللي هو الأداء نفسه لو أخدنا مثال لعابة رفع أسقال ولعابة بادي بيلدينج هنلاقي إنه الاتنين بيرفعوا أوزان ولكن مش بنفس الإسلوب والكل لعبة تكنيك مختلف لعابة رفع الأسقال بتحاول ترفع الأوزان وبس وكل هدفها هو رفع وزن معين مش مهم تعمل به أكتر من عدة أو تركز به على العضلة معينة لكن لعابة كمال الأجسام بترفع الوزن بحيث تعمل عزل العضلة معينة بهدف تقويتها وتكبرها إحنا بنعمل عدات من 8 إلى 12 وفي التكنيك أثناء التدريب بنستهدف عزل عضلة معينة ولكن لعب رفع الأسقال بيستخدم أكبر عدد من العضلات بطرق مختلفة لرفع الوزن حتى لو مش هيعمل به أكتر من عدة أو 2 فالفكرة في أسلوب التدريب والهدف اللي بيسعلي اللاعب في أنظمة تدريبية بتستهدف الهايبر تروفي في أنظمة تدريبية برضو بتستهدف استرنس وفي أنظمة فيها انديورنس أو تحمل هنخلي كل دا الفيديو منفصل وهشرح لكم كل نظام بيستهدف إيه أكتر العضلة اللي هتتمرنيها كويس قوي تغزيها كويس قوي قوي وتريحيها كويس قوي برضو بتتراوح فترة إعادة بناء العضلات الكبيرة من 3 إلى 5 أيام ولكن العضلات الصغيرة من يوم لتنين الراحة الكافية وتقليل أيام التمرين مهمة جدا رغم إصراري على أهمية الغذاء اللي بدونه لا يمكن إعادة بناء العضلة ولكن الراحة أهميتها زي أهمية الغذاء لأن العضلة لو مش هترتاح مش هتستفيد من الغذاء أصلا الإحماء مش إننا نتعب ونأثر على أداء التمرين الإحماء إن المفاصل والعضلات تكون مؤهلة للدخول في مقاومة أوزان وده مبدأ الورماب الإطالات السابتة في نهاية التمرين مش إننا نرتاح الإطالات السابتة هي لسبات امتداد العضلة لأقصى درجة ممكنة لأن في بعض العضلات بتنكمش مع مرور الوقت فبتاخد شكل أصغر الاستريتشات السابتة بتسرع الاستشفاء إلى حد ما لأنها بتدي العضلة فرصة أكبر في استيعاب دم أكتر لفترة زمنية طويلة وبالتالي تغذية أكتر وبالتالي استشفاء أسرع الإطالات السابتة بعد التمرين بترجع الجسم بهدوء لنقطة البداية فنقدر نتحرك ونمشي نمارس حياتنا الطبيعية في أمان وده ما بدأ اسمه كول داون والأهم من فكرة الكول داون هو إن الاستريتشات بتتسبب في زيادة حجم العضلة بشكل مباشر ببساطة العضلة اللي لما بتتمطى وبتطول عن حجمها الطبيعي كل فترة زمنية ده بيأهيلها لزيادة حجمها الجسم بيأقلم نفسه أثناء فترة زيادة الوزن بناء على المجهود البدني بمعنى لو جسم بيرفع أوزان على العضلات بتكون فرصته أكبر بكتير في إن الزيادة تكون عضلات لإنه بيحسوا إنه محتاج دا علشان يتكيف مع الأوزان اللي بنلعب بيها المخ أسكى مما تتخيالي مخك بيدي إشارات إنه فيه ضغط غريب وجديد على العضلات فبيفهم إنه لازم نعمل حجم وقوة أكبر علشان يستوعبها ويعمل التمرين بقى أقل مجهود والعكس صحيح لو في زيادة بدون تمارين أثناء فترة راحة الجسم فالجسم بيزيد وزن وغالباً بيكون الوزن دا من الدهون لأن ببساطة مفيش أي تمرين بيروح للجسم بيقوله إنه محتاج عضلات أكتر فالناس اللي بتستهدف زيادة الحجم تبدأ بزيادة شدة التدريب مش زيادة الوجبات بس